السلام عليكم ومرحبا بكم المرة فاتتنا في المتار وعرفني مواطن تونسي جاني قال لي يا دكتور بالبركة قلت له بارك فيك قال لي يا خطر اسمعت بيك انت في افاق تونس وانت رئيس قائمة فرنسا الشمالية قلت له بارك الله فيك مع ابنية حزيت البنية وبستها قلت له شا اسمك ما جاوبتنيش قداش عمرك ما جاوبتنيش جاوبني في لواستها بوها قال لي راي ما تكلمش بعربي وطول حاولوا نعلمها بالعروة كل شيء قلت له جيت وحدك ما عندكش غيرها قال لي لا عندي ولدي كبير ما محببش يجي لتونس قلت له عليش قلت له قال لي على خطر ما عادش ينجم يصبر ما عندوش الصبر قلت له شوف هذي المشكلة مش مشكلة كنتا وحدك مشكلة التونسا كل واذا كان متن منتلهوش بالمشكلة هذي محسوب ولادنا ولاد ولاد ما عادش يجي لتونس ومعايش يتكلموا بالعربي ما عادش هواية تونسية بكل يلزم نتلهو بها وقفاق تونس عندها برنامج كامل على حكاية هذي ركبت في الطيارة جاح ذايا قاعد تونسي اسمو صالح صالح يتملمز وعينو حمرة وتعب وقال قلت له لاباس مريضة قال لي لا مش نمرين قلت له مالاش بيك قال لي أخويا عندي بابا مات ونا مزلت كرجعت من العطلة مشيت نخط في طيارة في تسكر الطيارة طلعت لبثمانمائة أورو وناي نخص 1200 أورو قلت له هذي قيد فلسنة قلت له تعتارش كفيش واش قاولك وكان هالقطاع الجوي هذا نحطوه في نتاق في نتاق المنافسة يكاو قال لي واش واش خصتك قلت له خطر تسكرت الطيارة تولي أرخص والبلايس تولي أكثر وحتى الخدمات تولي أحسن قلت له مالا توقي قبل ما تنتخب امشي شوف البرامج خطر ما نجمش نكلمه على برنامج أفاق تونس وهو مسكين موتوا بايوميت وكل شي خلطنا الجربة جربة إذراب عام أو سيخ عام لحالة وشعلوا فيها النار والدخين والتوريس حابس وكل شي ثم واحد حذية قلت له شنو هذا قال لي إذراب عام قلت له وين هو رئيس البلدية قال لي ما ثماش توين الوالي ما ثماش توين الحكومة ما ثماش قلت له مالا السيدي نحن في أفاق تونس نحب حكومة قوية تحكم بالعدل ويزي ما تحمينا وتحمي أولادنا وتعطي الثيقة للناس في تونس بس يجو يستثمروا خلطت للوتيل نلقى الناس كل تتخذع الناس كل تتخذع معناها الأجور مش باهية والعيشة غالية وحال الحليل نحن في أفاق تونس نحب المستثمرين يرجعوا للبلاد ويستثمروا في البلاد باش الناس العيشة انتعها متولي خير إذا كان تحبوا تونس تنجح انتخبونا وعن نتيجة حسبونا